في ظل الأزمة الأمنية التي تشهدها البلدان المجاورة للجزائر تتواصل العمليات المكثفة لعناصر الجيش الوطني الشعبي لمكافحة الإرهاب ومحاربة التهريب والهجرة غير الشرعية في إطار تأمين الحدود من كل المخاطر التي تحدق بها من الجهة الجنوبية المالية والجنوبية الشرقية الليبية وفي ظرف أقل من أسبوع ها هي عناصر الجيش الوطني الشعبي تفشل مخططات إرهابية وثتبت وجودها وفعاليتها بالقبض على 23 فردا من جنسية نيجيرية ومالية لتتوالى تبعا دوريات الجيش لتوفير الأمن ومحاربة الجريمة المنظمة مثمرة بتوقيف أكثر من 43 فردا وحجز أربعة عربات ربعية الدفع ومع نهاية الأسبوع تمكنت عناصر الجيش الوطني بإلقاء القبض على مجرمين اثنين واسترجاع بندقية آلية من نوع كلاشينكوف وأخرى من ضخية بالقرب من الدبداب بعين مناص حسب بيان للوزارة نشر على موقعها الرسمي عمليات نوعية ثتبت مدى قوة عناصر الجيش الوطني الشعبي الذي طالما كسب الرهان في القضايا الأمنية الحارجة ترجمة نانسي قنقر